اشتركوا في القناة تم اتخاذ القرارات الواردة ادناه يتم تعيين مسؤول حكومي كمرشد حج للحجاج الايرانيين وبالنسبة لتأمين سلامة الطريق بين بغداد ودمشق فسوف يتم ارسال الاوامر اللازمة في هذا الصدد الى الولاة والقضاة في المناطق المذكورة تمنع تجارة الاسر الايرانيين وينبغي تقديم كل انواع العون والمساعدة للاسر الراغبين في العودة الى اوطانهم ويتم الافراج عن الاسر الاتراك الموجودين في ايران وعلى الشعب الايراني احترام المسلمين ذو الصلة بالمذاهب السنية ويتم التعامل مع المسلمين الذاهبين الى ايران بغرض الحج او التجارة او الزيارة باحترام وتسامح ولا يتم التعرض لهم بسبب ما يرتدون من طراز الملابس ولا يجوز فرض الضرائب الجمركية الباهظة على تجار كلا البلدين ترجمة نانسي قنقر